مساحتنا الصباحية الخاصة فيها رح نحن حكي عن علم الطاقة الطاقة المجهولة الداخلية القوة المؤثرة والمحركة للكون والبشر هي تسري داخل جسم الإنسان وخارجه أكيد بتكون حول الأجسام بتشكل عنا هالة هذه الهالة بتحيط فينا ودائما قابلة للتطور فتدعم وتقوي الجسم هذه الطاقة لا يمكن تدميرها ولكن هي قابلة للتغيير المفهوم استخدمته لكثير من الحضارات قديما وعلى مر الأزمان أيضا اختلفت تسميته من حضارة لحضارة انتشر علم الطاقة بالعالم كله لم يستثني العالم العربي أيضا بل انتشر فيه انتشار كاسح فعلم الطاقة هو علم حقيقة خلينا نتعرف عن علم الطاقة اللي هو العلم الروحاني بطبيعته مع خصائية علوم الطاقة ضيفتنا لوجين كوبابي سعد صباحك لوجين سباح كون أهلا وسهلا سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك لوجين بالبداية أكيد هنتعرف على علم الطاقة وأهمية علم الطاقة بحياتنا طبعا هو علم الطاقة هو علم موجود أي شيء هو بالكون هو طاقة مثلا الروح مع الجسد بحركه هو الطاقة مشان هيك الطاقة هي موجودة هي أساسية بحياتنا موجودة بكل الكون بأي شيء هو طاقة الشمس هي طاقة كيف نحن منقول النهار ومنقول الليل الشمس دائما طاقة أنت وقت مثلا مثل شخص هو بيكون نايم بنهار بتلاقي أوفق بالليل بيقول لك أنا ما عندي طاقة يعني هي طاقة أريدي موجودة صحيح صحيح يعني مثل ما حكيت لوجين الطاقة هي موجودة ولكن مثل ما حكيتي وذكرتي هي موجودة بكل مكان كيف فينا نحنا نخلي طاقتنا لصالحنا يعني إيجابية أحيانا من في مزاجنا معكار مورايقين شو نحن فينا نحن نحسن من هيدي الطاقة لنقدر نحن نكفي نهارنا دوجين هيكي ماشي الحال روا أول شي هو كتير شغلة مهمة أنه نحن نحب حالنا يعني نحن نعطي طاقة لحالنا مثل واحد عنده مثل الموالدة ما بيكون فيها بنزين لتقدر تعطي نحن كمعا لازم نحب حالنا لنقدر نعطي اللي حوالينا كتير ضروري أنه نحن في نكون إيجابيين نفكر بإيجابية وحتى كمان قبل ما ننام لأنه بيكون الوعي بيقمته يعني أي شيء بدنا يا أو فكرة ننام نكون مرتاحين ما نفكر بشغلات ما بدنا ياها أنا دائما بقلون أنه لازم نفكر بالشغلة اللي لحنا بدنا ياها ما نفكر بشي اللي ما بدنا ياها إذا لحنا منجرب بهالطريقة أنه تفكري مثلا أنه أني بدك تحصلي على شي معي تفكري على شي اللي بدك تحصلي عليه أو شي اللي تحبيه ليس شيء اللي أنت ما بتحبيه أو ما بدك ياه لأنه بالنهاية إحنا مكرمين يعني رب العالمين خلقنا بالحياة مكرمين لنستمتع بالحياة هي الحياة مدرسة التجارب اللي نحنا منمرق فيها بالحياة لنتعلم شيء ليس لحتى أنه إحنا نقاسي أو نتعب أو خلقنا لنكون مالنا سعيدين بالحياة بس لازم نعرف إحنا شو بدنا صح أكيد تغير الفصول عند كل العالم تأثر على طاقتهم مثلا في عالم بيقولوا لك أنا بحب فصل الصيف في عالم بيحبه فصل الشتاء مثلا أنا من محبين الصيف أكيد ففصل الشتاء بتحسي بيعطينا أكيد طاقة سلبية خلينا نحكي عنا هاي الأمور كيف فينا نبعد الطاقة السلبية عندنا لو نحنا ما منحب مثلا هذا الفصل كتير ضروري هنا الفصول موجودة يعني هو بالكون الكواكب موجودة الفصول موجودة الصيف إلا شي بيفيدنا لحنا كإنسان نفس الشي كمان الشتاء بيفيدنا المطار هي بتعمل بتعمل غسيلة بتغسيل الطاقة السلبية بتعطي الشجر بيصير بحيا لحنا بلا مي المي هي حياة أنا دائما نبقلون لحنا كمعالجين وقت لحنا ما منعالج نفسنا نعمة منشرب مي دبل ما لحنا لازم منشرب بالعادة يعني مي أساسية فيه أشخاص بيقول لك أنه لحنا ما منحب المي أو منشرب كمية قريبة من المي يعني أو شي عواضة للمي أنه ممكن يشربوا شاي أو يشربوا عصيرة المي كثير ضروري بتعمل توازن بالهالة وبالشاكرات بتعطي هي المي هي حياة بقى كيف ما بنحب لحنا فصل الشتاء وهي أنه عم يعطينا نعمة الحياة يمكن لو جاينا وضحتي نقطة مهمة اللي هي الشاكرات يمكن هلأ نحنا مشاهدينا بدون يعرفوا منك شو هي الشاكرات يعني شو الشغلات اللي ممكن نحنا نقوي فيها ونطور فيها هاي الشاكرات هن الشاكرات موجودين في جهاز اسمه جهاز كيريلان بيورجي هيدا الشاكرات الموجودين هلأ في أشخاص بيقول لك طب لحنا ما منشوفون هلأ من آلاف السنين كان دايما يرسموا رسوم أو الأشخاص في عندهم هاي العين الثالثة بيقولوها كانوا يشوفوها في أشخاص بتشوف الهالات هي مع الممارسة والتدريب ممكن تشوفي الهالات وإذا الشخص ما بيشوف الهالات في أجهزة موجودة هو هيدا الجهاز هو بيشوف هدون الهالات والشاكرات هدون الشاكرات طبعا لهم ألوان هدون الألوان يعني فيه شاكرات علوية وشاكرات صفلية الألوان تبعيتون إذا الشخص عنده ضعف بلون معين ممكن نقويله يا كمعالجين منقدر نقيس أو نشوف هدون الألوان أوقات مثلا في شاكرات الضفير الضفيرة هاي دايما هاي بتعمل توازن عاطفي هاي كتير أنا بكرك عليها لأنه بتعمل توازن بالحياة يعني لحنا كأشخاص لازم نكون متوازنين لنقدر نعيش بحياة سعيدة نحن إيجابيين نكون مميزين بالحياة بتشوف في أشخاص عندهم طاقة إيجابية عالية وبيعطوكيها وبيعطو الأشخاص اللي حوالي هون هاي طاقة الإيجابية بس بنفس الوقت في عالم عندهم طاقة سلبية يعني اللي بيضلوا ينقوا اللي ما عندهم ثقة بالنفس أبدا هدول كيف فينا نطالعهم من طاقة السيئة اللي عبي ينشروها عبر المحيط نطالعهم من هاي الطاقة اللي يصيروا عالم عندهم طاقة إيجابية أكيد أول شيء منبتدي بنفسنا نحن وقت منكون قوايا ويكون عنا رضا يعني دايما أنا بقل لهم يكون عنا كون رضا التواصل مع رب العالمين والرضا يلي هو بيعطينا يعني نحن ما نطلع على الأشخاص التعمين هنين شو عندهم نطلع لحنا شو عندنا الكنز دايما أنا بقل لهم الكنز هو من الداخل بس لحنا نظهر هيدا الشيء الكنز يلي جواتنا لحنا حنكون طاقتنا عالية وقت بتدخلي أي مكان أنا دايما بقل لهم طاقة الإيجابية عالية الطاقة السلبية أقوى شو رأيك بطاقة الستيديو اليوم؟ بتجنن خاصة الشجر وصوت الماء هيدا كتير بيعطي طاقة حلوة وجودكن طبعا يعني سلمي أكيد وجودك لوجيني وهذا الحكي الروحاني اللي نحنا عم نسمعه اللي نحنا بحاجة لقلو وهذا الحكي اللي عم تحكي لنا يعني أكيد كل حدا فيه عم يمر بضغوطات معينة بس يجي هيك يتنفس بهذا الحديث وبهذا الطاقة أكيد هيكون مبسوط لو جين خلينا ننتقل للألوان يمكن حكينا عن طاقة الألوان تحت الهواء وذكرنا أنه الألوان أيضا إلى طاقة قديش مهمة طاقة الألوان بالمكان سواء بالبيت أو مثلا بمكان العمل أيضا أكيد تخيلي أن الحياتية تكون أبيض وأسود يعني إذا هيك للحظات أنه نشوفها أبيض وأسود أكيد الألوان إلى كتير شيء كتير مهم وكل لون بيأثر علينا يعني ممكن إحنا طاقة المكتب تبعيتنا اللون الأصفر بيعطينا توازن عاطفي للأطفال بيقدروا يصيروا يدرسوا أكتر مثلا اللون الموف بيعطينا روحيات بيعطينا أخوة هذا اللون اللون الأحمر بيعطينا طاقة الحب والنشاط والمال كل اللون له شيء لأنه هو بيتمع لهذه الشاكرة الشخص إذا كان هو شخص أو بالمكان بنقدر نعطيه اللون المناسب له بس دائما الألوان الهادية الرائعة الأزرع اللون الأغدر هذين بيعطوا راحة نفسية يعني مثل واحد مثلا فات على مكان فيه شجر وفيه هيك بيقلك أنه هيك حسيت بسعادة بقلبي أو الأماكن الدينية كمان عندها طقوسة روحانية خاصة فيها تمام هذا الشيء مفيد تمام فيه أشخاص أنا دائما بيقلهم يكون فيه عندك صلاة الصلاة تكون اتصالك مع ربك تكون عندنا اتصال قوي مع ربنا لأنه إذا مرينا بمحني يكون فيه شيء نحن متصلين معه ما تصير فيه ضرب للهالة أو فيه إلى سقوب أو شيء ونحن منكون اتصالنا قوي مع رب العالمين لحنا حتكون هالتنا قوية شاكراتنا قواية ما رح نتأثر بأي شيء سلبي نعم رح نكون ضلنا إيجابيين تمام يعني لجين حديثنا كعان كتير جميل رح نبقى مع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر